السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة أحمد الداودي نكمل وإياكم دروس رياضيات الصف الخامس لابتدائي المنهج الجديد الفصل الثاني من الدرس الثاني تقدير نواتج الجمع والطرح فقرة أتعلم وتأكد سأشرحها في هذا الدرس من عنوان هذا الدرس اللي هو درس الثاني تقدير نواتج الجمع والطرح التقدير هنا هو بمعنى التقريب التقدير بمعنى التقريب يعني سنرجع لموضوع التقريب سنقرب النواتج أو عددين أو جمع العددين أو طرح العددين أو نواتجهما نقربهم بهذا الدرس سؤال أول يقول بلغ إنتاج أحد الآبار من النفط الخام في شهر تموز 8.430.120 برميل وفي شهر آب 8.790.340 برميل قدر قلنا التقدير بمعنى التقريب حتى تفهم صيغة السؤال من يجيك من يقول لك قدر يعني معناته تقرب العددين ثم تجمعهم أو تطرحهم حسب السؤال قدر إنتاج البئر في الشهرين من يقول في الشهرين منطق شهر تموز وشهر آب معناته نجمعهم إذن الجواب العددين 8.430.120 والعدد الثاني 8.790.340 هنسيات في أحد الملايين إذن التقريب هو للعدد السابع اللي هو ثمانية بالعدد الأول وثمانية بالعدد الثاني نقربهم لأقرب مليون ثم نجمعهم راح يكون ناتج جمع الاثنين بالتقدير حسب السؤال اللي هو طالبها من عندنا نبدأ بالحال العدد الأول هو 8.430.120 نقربهم لأقرب مليون قلنا العدد المليون هو ثمانية ثمانية القبله هو رقم أربعة نلتذكير أربعة قلنا يصفر نفسه واللي وراء كله وما يأثر على رقم ثمانية إذن يصير التقريب العدد الأول هو ثمان ملايين العدد الثاني هو ثمان ملايين عفوا ثمان ملايين وسبعمية وتسعين ألف وثلاثمية وأربعين يريدها تقريب لأقرب مليون العدد هو هنا لأحد الملايين لأقرب مليون هو ثمانية العدد القبله هو سبعة قلنا رقم سبعة من الأرقام اللي صفر نفسه واللي وراها كلها وتزيد واحد على الرقم اللي بعده فيصير تسع ملايين إذن هو يريد ناتج جمع الشهرين يعني معناته نجمع العدد الأول اللي هو ثمان ملايين زائد تسعة ملايين يكون الناتج هو ست صفارة ست صفارة تنزل والعدد الثمانية زائد العدد تسعة سبعة إذن ناتج هو سبعة عشر مليون إذن ناتج جمع العدد الأول اللي هو ثمان ملايين واربعمية وثلاثين ألف ومية وعشرين زائدا ثمانمية ثمان ملايين وسبعمية وتسعين ألف وثلاثمية وأربعين ناتج جمعهما بالتقريب هو 17 مليون افهم انتبه وياي ناتج جمعهما بالتقريب هو 17 مليون هذا هو حل سؤال رقم واحد من أتعلم السؤال الثاني يقول اقترض أراضي مبلغا 35 مليون و275 ألف دينار من المصرف العقاري لشراء شقق سكنية لأبنائه وقام بتزديد مبلغ 27 مليون 625 ألف دينار في السنة الأولى قدر قدر يعني قرب المبلغ المتبقي من القرض الجواب ايش راح يكون الجواب العددين لكل منهما مكون من ثمانية مراتب إذن نقرب العددين لأقرب مليون لأقرب مليون يعني ناخذ أحد الملايين من العددين ونقربهم العدد الأول 35 مليون و275 ألف نقربهم لأقرب مليون الأقرب مليون هو رقم خمسة خمسة رقم البعده هو اثنين يصنفر نفسه والبراء كله فيصير تقريبهما هو 35 مليون الرقم الثاني هو 27 مليون و625 ألف 625 ألف اللي يريد تقريبهما لأقرب مليون يعني أحد الملايين اللي هو رقم سبعة سبعة رقم وراء رقم ستة يصفر نفسه اللي وراء يضيف واحد على رقم سبعة ويصير 28 مليون يريد من عندنا قدر المبلغ المتبقي المتبقي من القرض يعني يريد يعرف شقد باقي من القرض من سدة الأول والثاني شقد باقي من القرض إذن بيتي حالة راح ننقص من يقول لك المتبقي يعني نقص إذن احنا بعد ما طلعنا نواتج النواتج التقدير للعددين نطرح هما إذن نطرح 28 مليون من 35 مليون يعني 35 مليون ناقصا 28 مليون يكون الناتج هو 6 صفارة تنزل نفسه 1 2 3 4 5 6 5 ناقصا 8 ما يصير نأخذ من العدد اللي بعده وهو 3 يصير 2 وال5 يصير 1 15 ناقصا 8 7 2 ناقصا 2 0 النتيجة هي 7 ملايين إذن 35 مليون و 275 ألف ناقصا 27 مليون 625 ألف ناتج طرحهما بالتقريب هو 7 مليون السؤال الثالث يقول السؤال الثالث يقول تبلغ مساحة قارة أمريكا الشمالية 42 مليون و 257 ألف كيلو متر مربع و مساحة أمريكا الجنوبية 17 مليون و 810 ألف كيلو متر مربع قدر المساحة القارتين قدر قدر مساحة القارتين معا مستعملا تقريب لأقرب 100 ألف معا يعني جمع أول شيء قربهن حسب السؤال مثلما هو قال لنا قدر ثم نجمعهما نفس الأسئلة الراحة مثل السؤالين اللي راح نقرب المساحة أول شيء إذن نجي على الرقم الأول هو 2 هو 24 مليون و 257 ألف ناتج تقريبهما لأقرب مليون هو العدد 1 ألف ملايين هو العدد أربعة هنا بالسؤال يقول السؤال هنا يقول أول شيء قدر المساحة يعني التقريب ثم يقول القارتين معا يعني نجمعهما مستعملا التقريب لأقرب 100 ألف لأقرب 100 ألف لازم ننتبه لها الفقرة التقريب يش قد هنا في هذا السؤال لأقرب 100 ألف المئة ألف وين هو هنا الاثنين بالعدد الأول و هنا بالعدد الثاني هو ثمانية إذن نأتي على تقريب العدد الأول الاثنين العدد القبله هو رقم خمسة خمسة من الأرقام الصفر نفسها و أضيف واحد على اللي بعده فيصير 24 مليون و 300 ألف العدد الثاني هو ثمانية الرقم بعد واحد يصفر نفسه فيصير العدد نفسه هو 17 مليون و 800 ألف نجمع العددين اللي قربناهم لأقرب 100 ألف العدد الأول هو 24 مليون و 300 ألف زائد العدد الثاني هو 17 مليون و 800 ألف يساوي الخمسة صفارة تنزل نفسه 1 2 3 4 5 3 زائد 8 11 1 1 على الرقم بعده 1 زائد 4 5 زائد 7 12 2 1 على الرقم بعده 2 1 زائد 2 3 زائد 1 4 يصبح العدد 42 مليون و 100 ألف يكون ناتج جمع العددين 24 مليون و 257 ألف زائد 17 مليون و 8 مليون و 10 ألف ناتج جمعهما بالتقريب هو 42 مليون و 100 ألف فقرة أتأكد قدر ناتج الجمع بالتقريب لأقرب مليون منطينا بفقرة أتأكد 3 تمارين 3 في الجمع يريد أن نقرب ثينات لأقرب مليون ثم نجمعهم الرقم الأول هو 54 مليون و 700 و 20 الرقم الثاني أيضا 21 مليون و 400 و 60 رأيت من عندنا هنا تقريب لأقرب مليون يعني مرتبة أحد الملايين التي هي 4 وهنا 1 نقرب ها لأقرب مليون الحلة جواها مساحة الصبور لا تكفي 4 الرقم قبل هو 7 يصفر نفسه يصفر نفسه و كل الأرقام اللي بعده ويضيف واحد على الرقم أربعة فيصير خمسة و خمسين مليون زائد الرقم اللي وراء الرقم اللي بعده هو 21 مليون الواحد هنا بمرتبة أحد الملايين هو اللازم يقرب لأقرب مليون فالواحد العدد بعده هو أربعة يصفر نفسه فيكون العدد هو 21 مليون ناتج جمع الاثنين بالتقريب هو 6 صفارة تنزل نفسه 1 2 3 4 5 6 5 زائد 1 6 5 زائد 2 7 هذا هو ناتج جمعهما بالتقريب نجي على السؤال الثاني السؤال الثاني هو العدد 240 مليون و 810 1400 والعدد هذا من نفسه 240 مليون و 300 و 670 يريد من عندنا هو تقريب لأقرب مليون إذن هو هذا هنا أحد الملايين وهذا أحد الملايين نجي نقرب لأقرب مليون رقم الاثنين البعض يكون صفر و يصير ثلاثة فيصير 43 مليون زائد هنا رح يصير 42 مليون ناتج جمع الاثنين 6 صفارة تنزل نفسه 1 2 3 4 5 6 3 زائد 2 5 4 زائد 4 8 فهذا هو ناتج السؤال الرقم الثلاثة أيضا نجمع و نطالب من عندنا تقريبهم وجمع التقريب أحد الملايين هو 3 وأحد الملايين هنا هو 6 لأن الرقم الأول هو 713 مليون 66 والرقم الثاني هو 106 مليون 21 فالتقريب هو رح يكون هنا 3 والتقريب العدد الثاني هو 6 بالنسبة لي حال رقم الأول هو الناتج تقريبهما هو 713 مليون تصفر كل اللي وراها والعدد الثاني أيضا 106 مليون وراها كلها صفارة لأن تقريب هذه أقرب مليون هو 106 مليون الناتج تقريبهما هو 6 صفارة تنزل نفسها قلنا 1 2 3 4 5 6 3 زائد 6 7 1 زائد 0 1 7 زائد 1 8 817 مليون هو ناتج جمع تقريب العددين التقدير الثاني هو أيضا تقريب رقم 4 لكن الإشارة سالب بالسالب يريدها من عدنة التقريب لأقرب مليون بالعدد الأول هو رقم 4 والتقريب بالعدد الثاني هو رقم 2 التقريب الأول هو 4 ملايين سيكون العدد و ناقص 3 مليون لأن هنا رقم 9 سيضيف 1 على الرقم البعد سيصير 3 مليون ناتج طرحهما العدد الأول من العدد الثاني لصفار 6 تنزل 4 ناقص 1 4 ناقص 3 1 فناتج طرح العدد بالتقريب هو مليون إذن العدد الثاني رقم 5 طرح الاثنين ويريدهم التقريب طرحهما الاثنين هنا هو أحد الملايين العدد الأول 82 مليون و 610 ألف وأيضا العدد الثاني هو 53 مليون و 230 ألف أحد الملايين هو ثنين يريد نقرب هنا لأقرب مليون رح يكون العدد هو ناقصا هنا العدد رقم 3 تقريبها لأقرب مليون رح يكون 53 مليون إذن ناتج طرحهما هو 6 صفارة تنزل قلنا نفسها 1 2 3 4 5 6 3 ناقصا 3 0 8 5 3 فناتج طرحهما بالتقريب هو 30 مليون بسؤال رقم 6 أيضا طرح العددين والعددين هو بمئات الألوف العدد الأول هو 815 مليون 220 ألف وأربعة والعدد الثاني هو 408 مليون وتسعمائة ألف واحد ناتج طرحهما أول شي أن نقرب لأقرب مليون وهنا لأقرب مليون الخمسة وهنا للثمانية هو بأحد الملايين الرقم الأول هو 815 مليون ناتج تقريبها والعدد الثاني هو 409 مليون ناتج تقريبهما إذن حل طرحهما هو 6 صفارة تزل نفسها 1 2 3 4 5 6 5 ناقصا 9 ما يصير ناخذ من العدد اللي بعده وهو رقم 1 رح يصير 0 والخمسة رح يصير 15 15 15 ناقصا 9 6 0 0 لأقرب مليون كيلو متر مربع من طين مساحة السودان وأيضا نقدر مساحة السودان والسعودية والجزائر معا يعني نجمعهم لأقرب مليون كيلو متر مربع إذن هل رح يكون بالنسبة للسؤال الأول اللي هو تقدير مساحتي العراق والسعودية يعني نقدر مساحة العراق والسعودية ثم نجمعهما لأنه يقول شي يقول معا بس شنو هنا التقريب يكون لأقرب مئة ألف لازم ننتبه على السؤال جزيلا التقدير يطلب من عندنا يعني تقريب التقريب هنا لمئة ألف ويقول هنا معا معناته نجمعهم إذن لح يكون الجواب السؤال الأول هو تقدير مساحتي العراق والسعودية تقدير مساحتي العراق والسعودية مساحة العراق هي أربعمية وسبعة وثلاثين ألف واثنين وسبعين زائدا لأنه يريدها معا يريد ناتج تقريبهما نقرب العدد الأول لأقرب مئة ألف هنا مئة ألف هي الأربعة وhang المئة ألف هي لثنين والأربعة الربعة سيصير أربعم مئة ألف هي تقريبها لمئة ألف والعدد الثاني سيكون مليونيا وثلاثمائة ألف تقريبها لمئة ألف ناتج جمعهما بالتقريب هو خمس صفار وخمس صفار نفص أربعة خمس أربعة زائدة ثلاثة سبعة لاثنين تنزل نفسها الثنين فيصير ناتج جمعهما بالتقريب لثين مليون وسبعمية تقدير اتبهوا ياي على هذا السؤال اللي هو رقم اثنين تقدير الفرق مني يقول لك الفرق هنا خلي ببالك معناته إشارة سالب ناقص يعني بين مساحتي المن السودان والجزائر نجي نشوف بالجدول السودان هي اثنين مليون وثلاثمية واحد وثمانين الف وسبعمية وواحد واربعين ناقصا من مساحة الجزائر وهو واحد مليون وثمانمية وخمسة وستين الف وثمانمية وثلاثتعش ناتج تقريبهما تقدر الفرق بين مساحتي السودان والدزائر لأقرب ججد لأقرب مليون نتبه لأقرب مليون كيلو متر إذن هنا مراتب المليون هي اثنين والواحد نجي نقربهم الاثنين هنا يصير مليونيا تقريبهما لأقرب مليون ناقصا الواحد هنا يصير أيضا مليونيا تقريبهما لأقرب مليون ناتج طرحهما بالتقريب هي صفر كيلو متر مربع مليونين ناقص مليونيا صفر كيلو متر مربع ناتج تقريب طرح العدد الأول اللي هي مساحة السودان من العدد الثاني اللي هي مساحة الجزائر نجعل السؤال الثالث واللي هو الأهم تقدير ثلاثة تقدير مساحة السودان السودان و السعودية والجزائر يعني ثلاثة تقدير مساحتهما هنا يطلب من عدنا معا يعني جمعها لشنو لأقرب مليون تقريب لأقرب مليون ومعا يعني جمع السعودية ومساحة السعودية السودان والسعودية والجزائر نجي نشوف في الجدول مساحة كل من عدهما أول شيء السودان اللي هو واحد مليون وثمانمية وخمسة وستين ألف وثمانمية وثلاثة زائدا 2 مليون ومائتين وخمسين ألف زائدا 2 مليون وثلاثمية واحد وثمانين ألف وثلاثمية واحد وثمانين ألف وسبعمية وواحد واربعين تقريبهم لأقرب مليون هي الواحد والاثنين والاثنين العدد الأول تقريبها لأقرب مليون هو اثنين مليون ما يحتاج نشرح التفاصيل نشرحته هواية شون صارت هنا ثين مليون نجي تقريب العدد الثاني اللي هي مساحة السعودية لأقرب مليون هو اثنين مليون نجي العدد الثالث اللي هو تقريبهم لأقرب مليون هو ايضا اثنين مليون ناتج جمع العدد اعداد الثلاثة ثين مليون بثين مليون بثين مليون هو ست صفار تنزل نفسه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اثنين زائد اثنين اربعة زائد اثنين ستة كيلو متر مربع ست ملايين كيلو متر مربع ناتج جمع مساحة السودان والسعودية والجزائر بالتقريب شكرا لكم لمتابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك والاعجاب بالفيديو وان شاء الله الدرس القادم رح يكون تكملة للدرس الثاني من الفصل الثاني تقدير نواتج الجمع والطرح شكرا لكم والى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر